السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في درس جديد من لفل 1 المستوى الأول مع درس جديد من كورس الريتنج الكتابة How to write in English بعد ما تكلمنا عن أنواع الجمل في الإنجليز وإيه هو العناصر اللي موجودة في السنتنس سواء الـ subject, الـ verb, الـ object واتكلمنا كمان عن إزاي أن أنا أكتب سنتنس بشكل بسيط وإزاي أعمل للسنتنس دي إزاي أكتب جملة بشكل كبير شوية إن شاء الله نهارده ما عدنا مع الـ paragraph وده من الحاجات قبل تهمي ناس كتير جدا 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 صغيرين كبار إزاي أكتب paragraph موضوع بيعقد ناس كتير إزاي أكتب paragraph الموضوع بسيط وسهل إيه هو الـ paragraph إيه هو الـ paragraph يعني إيه paragraph ده عبارة عن مموعة من الجمل بتدور حول فكرة معينة إنت بتكتب عن حاجة معينة بكتب عن الإنترنت بكتب عن السوشال ميديا بكتب عن visit to the beach موضوعات البسيطة والسهلة visit to the zoo زيارة للزو موضوع بسيط وسهل إنت كل الجمل والأفكار اللي بتكتبها بتدور حول الفكرة دي يعني أنت بتكتب كل جملك وأفكارك حول موضوع معينة أو فكرة معينة الأول كتابة الـ paragraph فيه 3 عناصر علشان أكتب paragraph بشكل سليم ومظبوط فيه 3 عناصر أول حاجة topic sentence ودي أول جملة بكتبها في الـ paragraph بتكون عن فكرة عامة عن الموضوع اللي انت بتتكلم فيه يبقى topic sentence بتعبر عن الفكرة الرئيسية للموضوع إيه الفكرة اللي انت بتكلم عنها دي topic sentence وبمثابة الـ head للbody يعني كان الـ paragraph ده كي زي جسم الإنسان كده فيه head وفيه body طب الـ head هو إيه الـ head هي دي topic sentence نيجي بعد كده الحاجة اسمها supporting sentences supporting sentences دي جمل بتدعم الفكرة الرئيسية تبدأ تدي أمثلة تبدأ تفصل الكلام ده عن الموضوع ده بتبدأ تدي تفصيلات بتدي أمثلة حقائق وأبدأ أشرح الأمثلة دي والحقائق دي فين في supporting sentences أبدأ أشرح الحاجات دي كلها بالتفصيل ده الbody بتاع الـ paragraph وثالث عنصر معنا هو concluding sentence الخاتمة يعني لازم قبل منهي الـ paragraph بتاعي خلص هاختم الـ paragraph بتاعي خلصت هكتب sentence بعملها كالconclusion للـ paragraph بتاعي خاتمة باختم الـ paragraph بتاعي أنا عندي topic sentence عندي supporting sentences وعندي كمان concluding sentence خاتمة للموضوع بتاعي ودي إنها بتلخص الموضوع اللي أنت تكلمت فيه في جملة أنا بلخص الموضوع اللي أنا كنت بتكلم عنه زي الكلام ده ناخد مثال يعني لو طلب مننا أننا نكتب بارغراف عن الإنترنت اكتب بارغراف عن الإنترنت ايه topic sentence بتاعتي ايه أول جملة عندي بتكلم فيه عن الموضوع ده بشكل عام هقول لك the internet has become really important the internet has become really important دي كده the topic sentence أنا بقول لك أن الإنترنت ده حاجة مهمة جدا جدا أبدأ بعد كده في supporting sentences أبدأ أفصل الكلام ده أتكلم عن advantages بتاعة الإنترنت مزياء وأتكلم عن disadvantages بتاعته عيوبه أبدأ أدأ أمثلة وحقائق عند الإنترنت أبدأ أفصل الكلام ده بعد كده هجل الconclusion هتكلم فيها خلاص هنهي الموضوع بتاعي the internet is available and essential tool nowadays هو أداة هو حاجة ضررية جدا جدا في هذه الأيام كده أنا ختمت الإيه كده أنا ختمت البارغراف بتاعي ده مثال بسيط طيب لو أقولك اتكلم عن a visit to the beach زيارة للشاطئ طيب أنا عايز الأول أقول topic sentence أتكلم فيها عن الموضوع ده بشكل عام هقولك going to the beach is very amazing is very interesting الذهاب للشاطئ ده حاجة شيقة جدا جدا وأبدأ أتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل وأبدأ أتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل أدي أمثلة وحقائق وحكي أنا بعمل إيه هناك إيه الفوائد بتاعة الذهاب للبيتش والكلام ده أجي بعد كده أتكلم في conclusion بتاعتي في الخاتمة بتاعتي عن sentence واحدة بس بتلخص فيها اللي أنت قلته فدي كلها أمثلة إنك إزاي تكتب الparagraph واحد يقولي دلوقتي طب إزاي أبدأ أكتب paragraph أنا عايز أتعلم الرولز القواعد بتاعة كتابة الparagraph أول حاجة عندي أول رول عندي هبدأ أكتب هبدأ أكتب هعمل إيه أقولك سيب space مكان في الأول كده في أول line قدامك الspace ده بمخدار five أو seven letters خمس أو سبع حروف بسيبه فاضي بابدأ بعد كده أبدأ الكتابة بتاعتي بcapital letter أول حاجة أبدأ بيها أبدأ بcapital letter بابدأ sentence بتاعتي بابدأ فيها بنون بابدأ بbronoun اسم بابدأ بضمير لازم أبدأ بالحاجة دي ما ينفعش أبدأ بverb كده بدأت sentence بتاعتي بدأتها بcapital letter وأول حرف عندك لازم بيها capital letter أول حرف في sentence بالإضافة كمان الأسماء الأشخاص days of the week أيام الأسبوع الproper nouns أسماء الأعلام وكل ده بيبدأ بكتبه بcapital letters في البراجراب بتاعي كل ده بيتكتب بcapital letters بعد كده بعد كده هبدأ أكتب sentence بتاعتي sentence بتاعتي topic sentence طب أنا خلصت هعمل لي بعد كده هنتهي في full stop لازم أنتهي في full stop يبقى أنت خلصت الفكرة بتاعتك خلصت السنتنس بتاعتك خلصت بنتهي في full stop يبقى بابدأ بي capital letter وانتهي بال full stop بعد كده عايزة أبدأ sentence جديدة هبدأ sentence جديدة بعمل إيه هقول لك طب لسه في اللاين ده في مكان أعمل إيه هو أنا هكتب كل sentence في لاين في سطر أقول لك غلط ما ينفعش لازم لو في space لو في مكان عندك في أول لاين فوق هبدأ أكمل فيه ما ينفعش تكتب كل sentence في لاين في سطر ده غلط وفي ناس كتير بتوعى في الغلط ده أو في الخطأ ده لازم أنت انتهيت في أول لاين عندك لسه في مكان في البيج في الصفحة قدامك بعمل إيه بكمل كتابة في اللاين ده بنتهي في الستوب أبدأ بسنتنس جديدة بي capital letter بحرف capital وأبدأ أكمل انتهى اللاين عندي أبدأ أنزل في اللاين اللي بعد كده أكتب بعد كده الثاني اللي عندي الجملة التانية بنتهي من الجملة ده في الستوب وأبدأ جملة جديدة لعند منهي البيجراب بتاعي يبقى لازم أحط في capital letter في الأول في الستوب في نهاية السنتنس ما ينفعش أكتب كل سنتنس في لاين لوحدها لا بكمل لعندما السطر ده ينتهي عندي وأبدأ في سطر جديد بابدأ في لاين جديد وأكتب أحاول أكتب البيجراب بتاعي في تنس واحد بس حاول بخطر الإمكان تكتب في تنس واحد بس إن كل ما حاولت تكتب في أكتر من تنس في البيجراب الموضوع بيجوز منك بيطلع البيجراب ده بشكل سائق جدا جدا وحاول لو أريد تكلم عن حاجة في الباست بحكي عن حاجة حصلت زورتي مكان في الباست بكتب في الباست بكتب في الباست سيمبل بتكلم عن فاكتس بتكلم عن حقائق بتكلم عن السكول بتاعتي بتكلم عن الفاميلي بتاعتي بكتب في البريزنت بكتب في البريزنت سيمبل بحكي عن حاجة بتحصل دلوقتي نواديز بكتب في البريزنت كونتينيوز لو بتكلم عن حاجة في المستقبل بستخدم بستخدم حاول تخلي البراغرف بتاعك في تنس واحد بس أبدأ الأول براغرف بتاعي في الأول بعد كده الجملة الرئيسية بحكي فيها عن الموضوع بشكل عام بعد كده حيب أكتب السنتنس التانية اللي عندي بابدأ فيها بكابتال لتر وانتهي في فلسطوب ما أخليش كل سنتنس في لين لوحدها لا أخلي الباراغرف بتاعي في تنس واحد علشان ما أتلخبطش إن شاء الله يبقى في حالتين إن شاء الله عن الرايتنج هنكمل فيها كلام عن الباراغرف عن الإيميل عن الإيسي وهنتكلم فيها كمان إزاي نجيب أفكار إزاي بتكلم في موضوع معين إزاي أفكر في أفكار جديدة أكتب فيها الموضوع ده يارب تكون الحلقة جابتنا وان شاء الله استنونا في حلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر